استاذ جمالي تفضل. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل استاذ جمالي. انا والله في عندي استصار على السوسين على السحية كده. تفضل. انا بريد طالع معاش في السنة دي. ان شاء الله ربنا يديك الصحة. معايا حضرتك. بقول لك يا ربنا يديك الصحة. الله يخليك ربنا بريدك يا رب. انت عارفت الداخل كان طبعا الملتف كان كويس يعني. طيب. دلوقتي معاش قليل. نعم. انا خدت مبلغ مكرفة نية الخدمة. وانا طبعا لا. في ميال انها استصمت بحاجة ولا فيها. فانا عايزة اخط وضيعة في البنك. بس انا في نفس الشيء من ها خايف يعني هتكون العائلة بتاعه حرام او الفائدة بتاعه حرام او فيها شعبها. ده السؤال الاولا. السؤال التاني او استاذ جمال? اه. السؤال التاني اه انت عارف حضرتك ان احنا من بداية حياتنا احنا اه بنقطع يعني معلش احطان كتير اه اه ممكن اه ارتبنا حد نظرنا حد نظر المشكولية. سيجيب نسي لتحد عملنا. وانا سمعت عن حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم. اه انه هو بقول الدوين عند الله الثلاثة. منهم اللي هو الديوان اللي هو رضان صلى الله عليه وسلم ياتف منه شيء اللي هو ظلم العبد. الاخيه العبد. وحضرته صلى الله عليه وسلم جال في الحديث ده يال. اه هو القصاص لا محالة. طيب اه. الواحد بيحاول يجتهد بقضل امكان لكن انا مرعوب من بنوء ما هو ده. عارف 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 يا استاذ جمال. عارف يا استاذ جمال. طب. الاسطة بتاعت اللي انت قلته كله الكلمة اللي انت قلتها. كلمة مرعوب. انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا استاذ جمال. انت شويتين تلاتة محتاجين نعالج شوية. ودوت على فكرة مناسب كمان لمرحلة الخروج على المعاش. يعني ايه 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 اللي مناسب ده? مزيد من احنا عندنا اه مشارف وسواس. اذا ما كانش عندنا وسواس. هيبقى عندك حالة من حالات جلد الزات. وحالة من حالات الوسوسة. انا عايزك. انت تبطي الى الله. توبة نصوحة. صادقة. لازم تضم اليها حسن الظن بالله. تمام. يبقى انت انا جاوبتك على السؤال الثاني قبل السؤال الاولان. يبقى انت انا تعمل ايه? انت عشان تكون متزن في المعاملة مع الله. ما انت مش بتتعامل مع المنتقب بس. انت بتتعامل مع الرحيم. وهو لما بقى استفتح كتابه الكريم. استفتحه ببسم الله الرحمن الرحيم. وهو اخبرنا انه كتب على نفسه الرحمة. فلازم تشيل الرعب اللي عندك. الله سبحانه وتعالى لا يحب ان نرتعب منه. ما بيحبش ان احنا نبقى مرعوبين منه. لكن سبحانه وتو يحب ان نخاف منه. يعني ايه نخاف من الله? ولمن خاف مقام ربيه جنتان. عارف الفرق ما بين الخوف والرعب. ان انت لما تخاف من الله تقبل عليه. مش لما تخاف من الله تترعب وتب حياتك كلها ترتبك. ومعنى ان انت بتخاف من الله لازم يبقى معك حسن الظن. لازم يبقى فيه الرجاء. يبقى ايه يعني ايه ان انت بتخاف من الله? تخاف ان لا يرضى عنك. يبقى معنى خوفك من الله ان تطلب رضاه. مش ان انت تكون متيقن ان هو طردك من رحمته وانت خلاص خايف من ان هو ينزل عليك عذابه. لا. انت متيقن ان الله سبحانه تعالى يحب التوبة. وهو سبحانه تعالى غافر الذنب وقابل التوبة. فانت على طول تقبل على الله بهذه النفس. يبقى انت اللي عليك ان انت تقبل على الله وتطلب رضاه. لا ترتعب. ما تبقاش مرعوب. هو ده الحل في المسألة اللي عندك دي. وخلي بالك الوقت ده احنا عندنا عارفين. احنا بيقدموا الدعم النفسي والايماني والديني للناس. عارفين ان المرحلة بتاعتك دي بيزيد فيها مسألة الاسواس وجلد الزات. فتخلي بالك. يبقى انت لازم تزيد من ايه. تزيد من الرجاء في الله سبحانه وتعالى. لان الحياة ستفتح عليك بمعاني جديدة بعد مسألة المعاش. اما مسألة اداعك الشهادة. ده ده جاء الشرعا. وده من قبيل التمويل. ولا سلاة وعلاقة بالقرض. لا من قبيل ولا من دبير. فالمال اللي انت بتحطه في البنك ده جائش شرعا. وهو مال حلال. وهو من قبيل التمويل. وليس من قبيل القرض الذي جرى نف. فما توسس نفسك وتوكل على الله. وربنا سبحانه وتعالى يديك الصحة والعافية. وعن تبتدي دورة جديدة من حياتك. هتتملي بالبركة والنور والفضل. وخاصة بعد ما تتفرق عشان اعمال كتيرة. ممكن تعملها بعد ما تركت العمل. ولكن عشان تبدأ كمان في الامل. موسيقى